لم يكتفي رئيس مجلس النواب نبيه بري بمطالبة الكتل المسيحية حضور جلسة التصويت على التمديد فهو يطالب اليوم بتأمين مثقية للتصويت وفي ظل رفض تكتل الإصلاح والتغيير للتمديد حتى اللحظة يعتبر حزب القوات أنه أمام مسئولية وطنية وعليه يجب التصرف بحكمه لا يهدف إلى الإحراج بل يهدف لا يقول أنه أنا صلنا لوضع خطير نحن أمام أو التمديد أو الفراغ تفضلوا تحملوا مسئوليتكم إما بتمددوا إما الفراغ رايحين على هيئة تأسيسية ورايحين لوضع في لبنان في ظلزرو في المنطقة وضع فعلا صعب ومأساوي أنا هون بحب أقول أنه لازم ندوّع على من وصلنا إلى هون لأنه قبل كان بركي ما تروح بين الانتخابات وبين التمديد اليوم صرنا بين التمديد والفراغ ليش؟ لأنه فيه فريق يعطل انتخابات الرئيسة الجمهورية اليوم إذا رحنا لا سمح الله إلى الفراغ من مدين انتخاب الرئيس؟ الحكومة صارت بدون أي غطاء ورقابة كمان صرنا بوضع جديد وبالتالي راح البلد كله سوى إلى أزمة بنعرف وين بتبلش ونعرف وين تخلص وقبل أيام على جلسة الأربعاء ينشط حزب القوات على صعيد اللقاءات والاجتماعات مع الحلفاء للتوصل إلى قرار يتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء أي قبل ساعات من جلسة التمديد كل يوم كان في موقف للبطرق ضد المؤتمر التأسيسي الذي قد يكون البعض يجرب ويأخذون عليه أمام هذا المعطر الجديد القوات اللبنانية أولا صار في عدة اجتماعات وتواصل مع حلفائنا أنا بعد اجتماعات الرئيس بره كان عندي اجتماعين مطولين مع الرئيس فؤاد السانيورة من 24 ساعة كان في اجتماع مع حلفائنا مع الرئيس السانيورة والمستقلين وباليومين يجيين راح ننكب كأوات لبنانية إلى اجتماعات حزبية نبلور بنتجتها موقف من ما يجري ويؤكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن خارطة الطريق للخروج من المأزق الذي وصل إليه البلد هي انتخاب رئيس الجمهورية التصويت على قانون جديد للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية ترجمة نانسي قنقر